كل التحية لكابتن أيمان شاوي وكل التحية لكل مشاهدين ومشاهدة متابعة شاشة القناة النادي الآلي في كل مكان من هنا من داخل المقر إقامة فريق النادي الآلي ويعني واحدة من المحطات الصعبة لهم فريق النادي الآلي في بطولة الدوري الممتاز مواجهة فريق المقولون العرب في الجولة الحادية والعشرين للدوري المصري الممتاز خلينا أقول لك كابتنا عيما أن يوم لعب الأهل النهاردة كانت تناول لعبون واجبة الإفطار في تمام الساعة 11 صباحا ثم واجبة الغداء في تمام الساعة الثالثة عصرا من المحاضرة الفنية المستر ريكاردو سواريش مع اللعبين طبعا كانت في تمام الساعة السادسة والنصف اتكلم على أمور فنية كتير جدا مع اللعبين طبعا الأهل كان بدأ استعداده لذي المباراة ومواجهة المقالون العرب عقب مباراة مصر المقصة طوى سريعا صفحة مباراة مصر المقصة وأشد أن اللعبين قدروا حققوا الثلاثة نقاط وطالب اللعبين بضرورة التركيز على الثلاثة نقاط في المباراة القادمة قال أنها مواجهة صعبة جدا وشدد على الفريق واللعبين بضرورة عدم النظر سواء لفريق المقالون العرب ويتزايله لجدول الترتيب مع فريق مصر المقصة وضرب مثل بفريق مصر المقصة اللي أدى واحدة من المباراة القوية أمام فريق النادي الآليم وقال للعبين ضرورة إحراز هدف مبكر في الدقائق الأولى يريح أعصاب الجهاز الفني أو الجمهور وشدد على اللعبين بضرورة اقتناص أنصاف الفرص يعني أمور كتير جدا مستر ريكاردوس واريش يشتغل عليها تركيز على بعض القرات الثبتة واستغلالها تعرف طبعا يا كابتن رايمن دي الوقت وتلحم المباراة ومستر ريكاردوس واريش يتكلم على الغيابات والإصابات وقال الإيجاد اللي بيعاني منه فريق النادي الآليم لكن احنا دايما مطالبين بإحراز الثلاث نقاط دون النظر لأي كان مين المنافس عندنا محطات صعبة جدا مباراة صعبة جدا الجهاز الفني اللعبين بيعتبروها مباراة كؤوس كل مباراة منفصلة تماما على المباراة اللي بعدها مستر ريكاردوس واريش قال مباراة المقاولون العرب إن شاء الله بعد المباراة نبدأ التركيز ونحضر لمباراة فاركو اللي احنا نمسينه النهاردة من اللعبين في مقر اللقامة يا كابتن رايمن في تركيز من اللعبين يعني اللعبة عايزة صالح الجهاز الفائق عايزة صالح الجمهور يعني اللعبة عايزين يصالحه للجمهور على المباراة الماضية لعبة النادي الآليت دافع عامدان النهاردة أنها تقدم مباراة كبيرة أمام فريق المقاولون العرب وقدموا صورة مغيرة تماما عن المباراة الماضية تركيز مهم جدا من اللعبين إن شاء الله يا كابتن أيمن نتمنى النهاردة اليوم يكون موفق للعاب النادي الآلي واستغلال هذه المباراة واستغلال تحقيق الثلاثة نقاط طبعا المباراة تقام على استاد المقاولون العرب النهاردة بيدير المباراة تحكميا حكم المباراة محمد عادل يعاون محمود أبو الرجال وهاني خيري والحكم الرابع عاطف حسين وموجودة على تقنية الفارة مصطفى متحك إن شاء الله يكون موفق لفريق النادي الآلي النهاردة وانحق الثلاث نقاط عايزة أطمنك أيضا كابتن أيمن على بعض اللعبين اللي طبعا محمد الشناوي اللي كان خرج من المباراة مصر المقاصة للإصابة بطمنك عليه النهاردة موجود إن شاء الله ويكون موجود مع الفريق في التشكيل الأساسي أيضا لويس مكسوني اللي شفناه في المباراة الأخيرة وشارك في أجزاء من المباراة من الممكن ميستر ريكاردو سواريش يفكر إنه يدفع بيه من بداية اللقاء حالة الجازية أيضا والتركيز اللي عند اللعبين كلم على أيمن أشرف رم ربيعة ياسر إبراهيم كريم فؤاد طبعا النهاردة اللي هيقود الجابة اليومنا طبعا ليه غياب محمد آني للإنظار الثالث طمنك أيضا إن خلال المباراة القادمة بدأ من مباراة فاركو يبدأ يستعيد للنادلالي محمد عبد المنعم يستعيد بيرستاوي يستعيد ده طاير محمد طاير مرحلة صعبة جدا ومرحلة مهمة جدا محتاجين كل اللعبين إن شاء الله طبعا يعود اللعبين ويفرقوا مع فريق للنادلالي لكن خلينا النهاردة إن شاء الله يعني ننتجاوز إن شاء الله عقبة فريق المقالون العرب من حق أفوز على فريق المقالون العرب ثم يبدأ التحضير والكلام عن المباراة فاركو ثم الاتحاد ثم المصري دي كانت كل الكواليس كل الأخبار من هنا من داخل مقار رقامة فريق للنادلالي عودة من جديد لكابتن آيمن شاوي شكرا جزيلا للعزيز فاروق صلاح